مساء الخير بعدما ملأت المحادثات الأمريكية العربية في جدة بالأمس المشهد دوليا وأقليميا ومحليا تعود الوقائع اللبنانية إلى واقعها الصعب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإذا كان لبنان قد حضر في البيانين الصادرين عن تلك المحادثات من حيث التعبير عن دعمه فإن الأمر لم يتعداه ولم يرقى إلى مبادرات عملية محددة في هذا الشأن من هنا على لبنان الاعتماد على نفسه بالدرجة الأولى ويألع شوك بإيده وأولى المهمات الملحة في هذا السياق المسارعة إلى تشكيل حكومة كاملة الأوصاف لكن هل هذا الهدف في متناول اليد الآن لا إجابة حاسمة قبل أن يعقد الاجتماع الثالث بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والمتوقع مطلع الأسبوع المقبل وإذا كانت الأجواء قد باتت مهيئة للاجتماع فإن هذا لا يعني إنجاز عملية التأليف ذلك أن دون تحقيقه الكثير من الصعوبات مهما يكون يبدو من الملح بذل المزيد من الجهود لإزالة هذه الصعوبات وتشكيل حكومة في أسرع وقت لتنتشل البلاد من حال الشلل الذي يضرب كل قطاعات الدولة ولسيما في ظل الإضراب الذي ينفذه موظف القطاع العام اشتركوا في القناة